بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بتدعيتها على دول العالم والتي تزداد وطأتها على الدول القارة الإفريقية فخامت السيد رئيس الجمهورية الحضور الكريم يتابع العالم أجمع باهتمام بالغ خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأحداث المتلاحقة التي كانت ومزالت بمثابة الصدمات القوية المعظم اقتصادات العالم حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها تعاني حاليا من مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم أما على مستوى دول دول القارة الأفريقية فهي تعاني أساسا من عديد من المشكلات والأعباء الداخلية والتي زادت وطأتها بطبيعة الحال مع تدعات تلك الصدمات الخارجية فلقد تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد 19 من جهة أخرى اقترض بانتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرد قيود على الصفر وانتقال الأفراد وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية خاصة تلك التي تعدمد على الاستيراد من الخارج أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياح ولم تكاد تمر تدعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافية الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الدخوط التدخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية من ظلال قائمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بواجه خاص ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوص في أسعار الطاقة أيضا فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة الأمر الذي فاقم من نعكسات زيادة الدخوط التدخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة وشعوبها ومما لا شك فيه أن تلك الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها ومما يزيد من صعوبة المهمة الملقى على كهل السلطات النقدية والمالية بالدول الإفريقية بواجه خاص فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات وإذا اتضافر تلك الدغوطات فإن الأمر يفرض على صانيع السياسات اتغاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التدخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التجديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحصار وباء كوفيد خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائح على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة بفتح أفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التدخم فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات من شأنها أن تعيق جهود إرسال التنمية والرفاء وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدام وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فلم نكن بمعزل عن تلك التطورات ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتدعاياتها ولكننا قادرين بإذن الله على تجاوزها والعبور إلى أفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة ولقد استطاع البنك المركزي بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة وذلك لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات مما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الأطار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين وفي واقع الأمر فإن التحديات لم يتكن بالأمر الهيئ أو اليسير ولكن بتضافر الجهود والخبارات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهمة تعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركاتي الذي يحرص دائما على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية وأود بهذه المناسبة أشيد بأداء مؤسستنا المصرفية والمالية التي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة واختدار لتثبت مكانها ومكانتها في عصر الرقمنة وضع على رأس أولوياتها تعزيز الشمول المالي ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية وبالفعل تولى الجهاز المصرفي تلك المهمة بكل إخلاص وتفاني لتحقيق رؤية القيادة السياسية وما تصب إليه من طموحات تجاه هذا الوطن فقد عهدنا على أنفسنا أن نواكب سرعة تنفيذ هذه الأمال والطموحات لتكون واقعا ملموسا لتعويض كثير من الإنجازات التي يربو إليها المواطن المصري تحقيق حياة أفضل متخدين من تلك نهجا محفزا للطاقات والإمكانات التي يسخر بها الاقتصاد المصري وحقيقة أن التضحيات التي قام بها جهاز المصرفي والتي قام بها العاملون به وفي خلال أزمة كورونا وفقدان أكثر من 250 روحا شهداء من أجل خدمة المواطن في هذه الظروف لو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة مثل قطاع الصحة إلى آخير إن البنك المركزي يثمن غاليا الدور الإقليمي البنك التصدير والاستراد الأفريقي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا والدعم الأساسي لها لما يقوم به من توفير التمويل اللازم وانطلاقا من الأهمية التي توليها مصر لقضايا الأفريقية والنظر في الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للقارة فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية أهمية المتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستراد ومهدراته ودعمه بكل الاحتياجات المالية وضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الأفريقي في الختام أحب الترحيب بحضراتكم مرة أخرى على أرضنا بلدنا مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى بسواعد أبناء من المصريين الذين لم يتدخلوا جهدا في رفع بلدهم وتحقيق التقدم والتنمية في ظل قيادة حكيمة ووطنية ترعى مصالح شعبها وتضع نصب أعينها أن تحقق لها الرعاية والأمن والاستقرار ورفع مستويات معيشته بما يليق بمكانته وبتاريخه على مر العصور واضعة على رأس أولواتها تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التقدم والازدهار لجميع الدول الإفريقية وشكرا جزيلا سيادة الرئيس شكرا سيدنا شكرا